اجمع رجال دين ممن اجتمعوا على تأدية صلاة من أجل الإنسانية في الرابع عشر من مايو على تثمين المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والتي جاءت بمباركة ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الداعم الأول لقيم التسامح الديني والتعايش السلمي على مستوى المنطقة والعالم وأشهد المجتمعون الذين ينتمون لعدة ديانات ومذاهب سماوية وغير سماوية أشهدوا برؤية جلالة الملك المفدى وجهوده في إطلاق ودعم روح التعايش السلمي في العالم انطلاقا من وثيقة إعلان مملكة البحرين مقدرين في الوقت نفسه جهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتفاعله المباشر مع كافة المبادرات العالمية الهدفة إلى توحيد البشر على فعل الخير والتضامن مع البشر في هذه الظروف الاستثنائية على الجميع وأشدد المجتمعون على جوهرية الصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية ودعوة كل فرد في مكانه وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه بالصلاة والدعاء وفعل الخير وذلك من أجل أن يرفع الله جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد تسعة عشر في القريب العاجل وأكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليثة الخليثة أن مشاركة مملكة البحرين والمركز مع جموع المصلين والقيادات الدينية والمؤسسات الأهلية حول العالم بهذا اليوم المبارك يترجم توجيهات ورؤى جلالة الملك المفدى في تبني كافة المبادرات والاستجابة لمختلف الدعوات العالمية الدعمة للتضامن الإنساني والتكافل بين جميع البشر الدعمة للتعايش الى broom اشتركوا في القناة